موسيقى 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 أهلا بيكم مصري لسه فرحانة من مبارح فرحة العمر بقول لكم 28 سنة ما وصلناش كسعالم ليه نحق نفرح وانا مصر ان انت تفرح النهاردة وبكرة وبعده ليه شوفنا سنين كتير يا اخي فيها عذاب وشاء الفرحة دي ما شفتهاش في عيون المصريين من 11 فبراير 2011 يوم تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك لما كل الشوارع اتبضرت هاتلي فرحة بعدية فرحة 30 يونيو وعزل مرسي معاك بس فرحة الثورة في 11 11 في براية التنحي كانت عالية ايضا مبارح والحد النهاردة المصريين بيلفوا شوارع العالم مش في القاهرة باز ولا في محافظاتها كل دولة في العالم فيها جالية مصرية خدوا عربياتهم زي ما انتم شايفين السور كده في كل دول العالم كل دول العالم المصريين بيحتفلوا بيشاركنا ايضا الاشقاء العرب الفرحة حلوة خلونا نشوف كده شوية فيديوهات خلونا نفرح هو انا هدعيك ان انت تفرح وما فرحاكش في المصر فاندي تعالوا نشوف كم فيديو كده يعرض مظاهر البقجة وفرح المصريين بصعود مصر بعد 28 سنة لكاس العالم عايز اقولكو من امبرح للنهاردة والله ما نمتى لثلاث ساعات اه فرحان نمت خمسة الفجر صحيط تمانية الصبح وانزل بقى جايش شغلك وحلقتك والراديو وكلام ليه فرحان مبسوط لا يزال الواحد لسه عنده طاقة الواحد شباب شباب القلب شباب الفرحة شباب راشا جايلك يا راشا تعالوا نطلع ونشوف الفيديو ده شباب الفيديو داتة انقلل ونشوف الفيديو شباب Summer اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احتفالات مصريين فرحة لا ليس لها اي تمن بص اعلى من اي تمن فرحة فرحة حقيقة نادر لما تلاقي حدث يجمع الشعب كله نادر دي من الاحداث اللي بتجمعنا كلنا دي برضو في الكويت الجالية المصرية في الكويت فرحانة طبعا ما حدش نام ماعتقدش فيه مواطم مصري نام من مبارح يعني ما فيش اسم مصر كان بيتردد في كل أنحاء العالم من مبارح للنهار ده احنا خدنا دعاية تساوي ملايين الدولارات بالمناسبة عشان تعمل دعاية وتحط اسم مصر في كل وسائل الإعلام لا 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 محتاج فلوس كتير قوي ودي دعاية بسبب الإنجاز دعاية بسبب الإنجاز فرحة حلوة أكيد فرحة حلوة فرحة حلوة بس خلينا بقى يعني احنا طبعا فرحانين من مبارح عايزين كده نهدى شوية من الفرحة ونبدأ نحلل مش هحلل لك كورة مش معلق رياضي ولا نكبت من مدحة شلبي ولا شاركت في أي استوديو تحليل رياضي كوروي بس عايزة أرجع كيف تحقق هذا الإنجاز علشان ناخده وانطير به على الحكومة وانطير به على الدولة على كل أجهزة الدولة عندك قيادة مسؤولة اسمها اتحاد الكورة اتحاد الكورة عندها هدف عايزة تحققه الصعود إلى كاس العالم يبقى رقم واحد لازم أحدد الهدف رقم اتنين أجيب الشخص المؤهل والكف لتحقيق هذا الهدف طب الشخص ده ينفع يبقى ابن خالتي لا احنا كده بنبوز الهدف طب جوز أمي يمشي ما ينفعش هنقلبها عائلة مع بعض طب الشخص اللي هجيبه ده دمه تقيل على قلبي بس هو كوف يبقى جيبه يبقى الأصل علشان أحقق أي هدف إن أنا أجيب الشخص الكوف حتى لو أنا مش طيقه نبطل سياسة دمه تقيل على قلبي ما بستلطفوش لما بيدخل علي ما بيدربليش تعظيم سلام لا ينحني أمامي نبطل النعرة دي بالنعقة تحد الكرة شاف بعد ما حدد الهدف إنه أفضل واحد يحقق الهدف ده ويطلعنا كاس العالم ميستر كوبر جابوا تعاقد معاه حطلوا شروط آه وحطلوا هدف حاضر قالوا عايزك تطلعني كاس أفريقيا بقى لي ثلاث دورات ما روحتش وعايزك توصلني كاس العالم طلباتك يا أمر طلباته إيه واحد اتنين تلاتة اربعة اتناقشتوا فيها وافقتم خلاص اتحاد الكرة عمل ايه اداله الصلاحيات هو دلوقتي المسؤول عن تحقيق الهدف يبقى من حقه يجيب اللعيبة اللي هو عاوزه ينفع أنا أقول له والنبي ابن أختي حمادة في النادي الفلاني وأنا بصفة رئيس اتحاد الكرة أخده يلعب في المنتقب لا كده يبقى أنا ببوز الدنيا كده يبقى الهدف مش هيتحقق احنا هنا بنتكلم عربي بنتكلم بيننا وبين بعض عايز البلد دي تطلع لقدام حدد أهداف واضحة صريحة اديها للأشخاص الأكفاء اللي يقدروا وعندهم استعداد يحققوا الإنجاز ده وديلهم الصلاحيات وما تدخلش في شغلهم وتعالى قيمهم مرة كل سنة قعد معاهم عملت إيه باقي إيه نقصك إيه إيه المشاكل المعادلة البسيطة دي انت شايف أنا بقول هلك إيه حدد هدف حدد شخص الكف ادي له صلاحيات قيم أداءه كل فترة تفق عليه واسيبه هيتحقق لك الهدف ده حصل في الكورة حصل في القورة عشان كده طلعنا كأس العالم ونجحنا أن نحن نحقق الهدف إزاي ننقل ده من الكورة لحياتنا ناخد أزمة زي أزمة التعليم نحدد الهدف أنا عايز أطور التعليم لمصر ده العنوان عايز مثلا بعسات في الخارج مقدرها كذا عاوز وعاوز وعاوز مين اللي يقدر يطور للتعليم فلان فليكن دكتور طريق شاو مثلا وزير التربية والتعليم الحالي نجيبه نتفق معاه نديله الصلاحيات نحاسبه مرة كل سنة بيقدم لنا خطة بقى كوبر علشان يمسك المنتخب بقدم خطة أنا عايز فترة إعداد عايز معسكرات عايز ألاعب فرق معينة الكلام ده اتوافق له عليها النهاردة أنت رأسك مرفوعة كرئيس للمؤسسة ثم الرجل اللي انت جبته تعالى إنقل للصحة عايز أعمل تأمين صحي عايز حق الصحة لكل مواطن في مصر ده العنوان بتاعي أعمل إيه من المسؤول ينفع يبقى وزير الصحة طب بتنفع حقيقة مستقلة يرأسه وزير الصحة يبقى معاه رئيس حقيقة تأمين صحي الكلام ده طب إيه الميزانية اللي عايزها طب أوفرها له منين مش دوره هو بقى يقول لك طب ما ينفعش بقى وزير الصحة يقول لك طب نعمل تذكر على المستشفيات لا 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 دورك انت بقى كرئيس دولة كرئيس حكومة توفره الفلوس دي تعالوا مع بعض نحدد الأهداف اللي احنا عايزين ومش عايزين أهداف عظيمة مش عايزة أطلع الفضاء أبدا أنا عايزة يظل على الأرض عايزة حدد أهداف القضاء على الأمية 29 تلميذ متسرب من التعليم نسبة ضخمة جدا 29 مليون متخيل الرقم يبقى الهدف ايه القضاء على الأمية المدة مثلا تلات سنين التكلفة مليار جنيه في السنة مين المسؤول أفضل واحد في العالم يقضي على التعليم ده كان معيد مصري وسافر برة ومش عارف حواليه تقارير وكان بيقيد مين ومعارض مين وبعدين ده متقيلة باشا ده متقيلة باشا هتضيع مستقبل بلد علشان ده ده متقيل ولوا شخصيات الكف المناصب في مصر بلدك دي هتطلع حتة تانية في شخصيات كف بتتولى مناصب في الدولة اه بس مش عايز أذكر أسماء يعني بس فيه ناس بره فيه مصريين بره حلوين فيه نمازج مشرفة نجيبهم ندلهم الصلاحيات احنا بس لينا حق واحد هو ده الهدف اللي عايزينه هو ده الهدف بس يوم ما حسنش حتى جيبه مسك المنتخب هتلاقي كل حديث عن القرى بس ده الإنجاز اللي بقينا بنحققه في العشر سنين اللي فاته ادناله صلاحيات رئيس الجمهورية وقتان مبارك كان بيدعمه كان بيعزمه على الغدى في بيته ويقوله لو فيه اي مشكلة كلمني في اي وقت قدر انه هو يجيب لكاس أفريقيا ثلاث دورات وربعة قعداء النجاح قاله ايه الراجل ده مخاوي بيروح المغرب شوق غريب المساعد بتاعه هو اللي بيحط الخطة حسن شحاته ملوش في الكورة يا راجل يا راجل احنا بقى ملوك تكسير المأديف تلاقي واحد ناجح كده شوية لا 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 ده مش عارف مين ده ابنه فلان ده بنته فلان ولو واحدة ناجحة نروح ضربين في سمعتها صح ولا غلط دي بلدك عايزة تنجح خلينا نطبق اللي احنا عملنا في الكورة تخيل النهاردة حلقة النهاردة بقولك ممكن ناخد اللي عملنا في الكورة نعمله في شغلنا الحقيقي تعالوا عايزين نشوف مع بعض ايه عايزة اطلع كاس العالم في الصحة عايزة اروح كاس العالم في الصدرات عايزة تصدر العالم في السياحة ما فيش هدف صعب على التحقيق بالمناسبة لنا رجلين وإيدين ودماغ زيك زي الأمريكي زي السويسر زي البريطاني بس هي حاجة واحدة بس ول الشخص الكف واعاده على الكورسي وديله صلاحيات ولا تتدخل في شغله ومنع كدبين الزفة المطبلطية ابنع كل دول وديله صلاحيات وتعالى حقق معاه وديك كشف حساب يا سيدي كل ست شهور والله البلد دي هتبقى حاجة تاني عندنا تقرير عايزين نشوفه تاريخ محاولات المصريين للسعود لكاس العالم ثمانية وعشرين سنة كنا بنفشا ليه؟ كان فينا أرايب وكان فينا صحاب وكان عندنا شلالية ومين يدرب مين وانت ختم الأهل أكتر من الزمالك فاكرين كل الكلام ده وده مزبط الإعلام فين؟ والصحافة فين؟ فكانت النتيجة ان احنا فشلنا سبع مرات او ست مرات دي المرة السبعة نصل الى كاس العالم لكن لما شلنا الأسباب دي نجحنا وحققنا يا رب اللي حصل في الكورة يحصل في كل حاجة جد في بلدنا يحصل بقولك في الصحة والإنتاج والصدرات والسياحة يلا نشوف التقرير ده شاركت مصر بتاريخها الكروي العريق في كاس العالم مرتين فقط الأولى في إيطاليا لعام 1934 بعد الصعود على حساب منتخب فلسطين بنتيجة هدفان مقابل أحد عشر في مبارتي الذهاب والإياب ومما لا يعرف الكثيرون أن مصر في مشاركتها الأولى لعبت مباراة واحدة أمام المجر وانتهت بالهزيمة هدفين مقابل أربعة أهداف وأن اللاعب عبد الرحمن فوزي هو هدف مصر في مسيرتها بكأس العالم برصيد هدفين أحرزهما في شباك المجر الغريب أنه بين المشاركة الأولى لعام 1934 والثانية لعام 1990 صعدت مصر إلى نهائيات كاس العالم أو اقتربت من حسم مقعدها لأكثر من مرة لكنها انسحبت من التصفيات لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالحروب في المنطقة وهو ما تكرر في كأس عام 1938 بفرنسا وكأس العالم لألف وتسعمائة وخمسين بالبرازيل والذي انسحبت من تصفياته لأسباب سياسية وكأس العالم لعام 1958 بالسويد والذي انسحبت من تصفياته النهائية لأسباب سياسية السيناريو نفسه حدث في كأس العالم 1962 في تشيلي بعد أن انسحب منتخب مصر والسودان معا واللحق بهما جميع المنتخبات الإفريقية بالانسحاب من مونديال كأس العالم 1966 بانجلترا وذلك بسبب احتلال الإنجليز لمعظم أراضي القارة السمراء كمن سحبت مصر من التصفيات خلال كأس العالم 1970 بالمكسيك بسبب ظروف الحرب ونكسة 67 ومنذ تصفيات كأس العالم لعام 1974 بألمانيا عجزت مصر عن تجاوز التصفيات حتى جاءت كأس العالم 1990 بإيطاليا ليبتسم الحظ للمنتخب المصري ويصعد للمرة الثانية في تاريخه للمونديال ويحقق تعادل شهير مع هولندا بهدف لمثله بركلة جزاء مجد عبدالغني التاريخية ثم تعادل سلبية أمام أيرلندا وهزيمة أمام إنجلترا بهدف للا شيء في أعقاب بطولة كأس العالم 1990 خاض المنتخب المصري ستة تصفيات خرج من غالبيتها في المحطة الأخيرة في مباريات يتذكرها المصريون حدث ذلك أمام زنبابوي في موقعة الطوبة الشهيرة في تصفيات بطولة 1994 وأخيرا سوداسية غانا التي حطمت آمال مصر في التآهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل اللحظة اللي احنا فرحنا فيها بجون محمد صلاح تساوي قد إيه أعتقد لا تقدر بتمان منتخب أسعد 104 مليون مصري الرئيس السيسي كرئيس للجمهورية عايز يكرم الناجحين في مختلف المجالات مالكورة مجال من المجالات والرياضة صناعة فخد قرار جمهوري مبارح ما هو قرار يزدور رئيس الجمهورية يبقى على طول قرار جمهوري يصرف مكفأ لكل لاعب أو فني أو إداري أين كان مليون ونص المليون البعض البعض تحفظ وفي ناس غلابة ربما بيقولك يا عم هم نقصين فلوس مليون ونص مليون جنيه هو إحنا لقين ناكل طيب نعمل إيه حلا نكرم الناجحين حلا نكافئ الناجحين يعني وبعدين عايز أقولك حاجة الفلوس دي حتى لو طلع من الخزانة العامة للدولة مش مشكلة دعملالك سمعة دولية بقولك لو صرفت عليها ملايين الدولارات مش هتأخدها اسم مصر النهاردة في أنحاء العالم كله اسم مصر وعلامها في أنحاء العالم بس عايز أقول للناس دي احنا كده هنقف ضد الدولة لما تيجي تكرم المتميزين من أبنائها احنا عندنا جائزة الدولة التقدرية بتدخل في حدود نص مليون جنيه لو تسألني كرقم رقم لا يليك بمصر لما كرم أدباء مصر النهاردة المليون جنيه يسوي خمسين ألف دولار أو خمسة وخمسين ألف دولار يعني مش الرقم البعض ما بيشوفش هذه الأرقام ملايين ما بيشوفوش الأرقام دي بس مش معنى كده أن أنا ما كرمش الناجحين مش معنى كده أن أنا أضغط على الدولة أقولها إيه ده إتي بتطلع الملايين مش دول اللي أسعدوكم بارح مش دول اللي خلوا اسم مصر عالي في كل أنحاء العالم لماذا لا نكرم الناجحين ولماذا يعني عايز أقول مش عايز أقول نحقد بس اللي بنتدايق إن احنا بنكرم الناجح يعني تخيل واحد عمل اختراع يقدر يبيعه بره بملايين الدولارات الده للحكومة المصرية الرئيس السيسي قرر يكرمه بعاشرة مليون جنيه نقوله لأ المنطق طبعا ما ينفعش لازم نراجع نفسينا واحد شغال اجتهد نجح بحقه وعرقه خلاص حقه لو أنت عايز بقى تتكلم بمنطق تاني بلغة الأرقام عايز أقول لك اتحاد الكرة ماضي مع شركة بترعى المنتخب لما المنتخب يوصل كاس أفريقيا كاس أفريقيا اتحاد الكرة ياخد فلوس كتيرة من الشركة الرعية لما نوصل لكاس العالم اتحاد الكرة واخد ملايين من الشركة الرعية لما الاتحاد الكرة هيصرف على الفريق منين ده منتخب بيسافر وفنادي وإقامة وطيران والكلام الفيفا بيدي لكل منتخب يصل إلى كاس العالم وده هياخده المنتخب المصري تلاتة مليون دولار لكن من حق لعبتنا من حق كل واحد يقدم نجاح في البلد دي ويصعد بالبلد إلى مراكز في العالم نكرامه نديله ملايين ومن بصولوش في رزقه النظرة دي غلط يا اخوانا النظرة دي عندنا بقالها سنين كتيرة يعني أنا قلت الكلام ده في محمد رمضان أحسن لحد يفكر كلامي بيتغير لما جات صورة ليه جنب طيارة قلتلك إيه؟ الراجل ده مقدي الخدمة الوطنية بيدفع درايبه متبرع لسندوق تحيا مصر برع لمستشفى 57 خلاص والفلوس واخده مش من تجارة المخدرات مش من تجارة مبنوعة حلال يعني أنت عايز أن يبقى لكل فؤرة في البلد مثلا مش عايز رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية لما حيمدي إيده في خزانة الدولة ويكرم لعب حيدي له ألفين جنيه مثلا يعني ده راجل مطلعك كاس العالم والمنتخب هيجيب لك ملايين الدولارات من كاس العالم يعني الدور الأول بس لو أنت طلعت منه لعبت الثلاث باطشاط لقدر الله ورجعت مصر هتاخد في حدود 180 مليون جنيه فالتفلوس إيه اللي جاي تتكلم فيها برضو والفلوس زي مش هتدخل جبل لعيب هتدخل خزانة اتحاد كرة القادر وممكن الوزير المالية وانا بشاك سم برح يمد يدي يقول له هالضرايب الـ 22 ونص في الماء والمليون ونص هتلاقي الدولة واخدى منها 400 ألف جنيه مثلا يعني عايز أفكرك أن كابتن مصر الخلوق هذا النجم اللي أنا شايفه يبقى قدوة لماليين الشباب منها محمد صلاح جاي من حوالي سنة قبل الرئيس السيسي وتبرع بخمسة مليون جنيه لسندوق تحيا مصر خمسة مليون جنيه اللي عيبة مش ملتظر الملايين بتاعت حضرتك بس انت لازم تكرم الناجحين تعالي بقى نقول ايه طب اوائل السنوات العامة ليه ما ندولهمش مكفقة خمسين ألف جنيه مئة ألف جنيه يعني عايزين نشجع ولادنا الأديب البارز اللامع المخترع العظيم في مصر بالعكس احنا كان في بعض العصور في العصر العباسي كان الحاكم يقول اللي يقلف كتاب كتاب زمان كان بيكتب بقى يدوي كانش فيه لا طبع ولا حاجة حطه في ميزان وحطه قدامه دهب تخيل عشان يشجع ايه التأليف الإبداع لكن الروح دي لو استمرت فينا ولا البلد دي عمرها ما هتتقدم روح بقى حقد لا أنا مش عايز فلان ياخد فلان مش أحسن مني ورغم ان انت كمان شوية بتروح وبتصلي في الجامع ما بتسيبش فرض وتعرف ان ربنا خلق الناس دراجات وطبقات ده حكمته الإلهية في أرضه هنتدخل فيها وبعدين هو السيسي كرئيس جمهورية عمال كده يبعز اي حد معادي يركب المقرباس بيدي له فلوس ولا الفكرة ان دول اسعدوا ميت مليون مصر مبارح وخلوا اسم مصر يتردد في كل انحاء العالم لا مش عايز دي تكون اخلاق له ولا ان دي تكون تصرفات خلونا نروح نشوف تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب الابطال اللي صعد بنا كاس العالم بسجل احترامي وتقديري لكم كلكم وبسجل تقديري لكل الجهد اللي انتو عملتونه وبقولوكو شوفوا في في ساعة ساعة وشوية كده انتو عملتوا في قلوب تقريبا الميت مليون مصري شوفوا انتو عملتوا ايه انتو شايفين كل الناس فرحانة فرحانة بيكم عشان تعرفوا ان كل حاجة حلوة هتعملوها يا مصريين مش انتو بس كل المصريين بتفرح شعب مصر اللي عايز يفرح ومن حقه يفرح من حقه يفرح ويستحقوا ان يفرح مصر تستحقوا فأنا بشكركم بشكرك يا محمد انا بشكر الجوية بس استنوا استنوا بشكر محمد لان محمد كان عليه ضغطي شديد جدا في اخر اربع دقائق حد قال له خد شوت انت فطبعا بقى هو قدام الميت مليون مصري الكرة دي لازم تخش الجون عشان ينتهي المطش بسلام ونبقى كلنا فرحمين فأنا عشان كده توجيه الشوكل لمحمد مش معناه ابدا غير ان هو تسجيل واحترام ليكم كلكم في شخص لمحمد وفي شخصكم وطبعا بشكر طبعا المدرب العظيم السيد كوبر شكرا 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 انا مش عايز اطول اكتر من كده بس كان لابد ان احنا نشوفه من نهارده بعد المطش يعني ونفرح كلنا بيهم ونقول لهم ان احنا متشكرين وساعدنا جدا بكم ويريت ان شاء الله خلال الكاز بقى تمتعونا وتساعدونا اكتر من كده بكتير شكرا جزيلا شكرا جزيلا حاجة تانية نتعلمها من مطش مبارح وكله دروس والله تخيل كورة بس دروس كان فيه حاجة اسمها روح الفريق روح الفريق دي غايب عننا في مصر كل واحد لا انا عايز انا الله اظهر عايز انا ابقى رقم واحد مش عايز حد معايا واللي معايا اديله كدف وما نقلش خبرة لحد وما ببصيش الكورة لزميلي انا اللي اخش على المنافس على الحارس بتاع الخصم وانا اللي عايز اجيب الجون رغم ان انا مش شويت ولو معايا حد في مكان احسن مفروض ادهاله ملقناش ده مبارح كل عمال يخدم من الافضل اللي يقدر يشوته الكورة دي مبارح كان فيه روح حقيقية للفريق روح الفريق تغيب عننا في مصر بتغيب عايز اقولك من كام يوم تم اعلان مؤسسة نوبل اعلنت الفائزين بجواز نوبل في مختلف الفنون والعلوم توقفت امام جائزة نوبل في الكيميا الكيميا جائزة نوبل في الكيميا عشان اورك روح الفريق اللي بتغيب عننا كمصريين في الكيميا جائزة نوبل السنة دي في الكيميا فاز بيها ثلاثة طب تخيل بقى الثلاثة دول مش من بلد واحدة واحد سويسري واحد امريكي واحد بريطاني سويسري امريكي بريطاني طب اشتغلوا مع بعض ازاي شاف روح الفريق في العلم اكتشفت في السنة اللي فاتت 2016 الكيميا ايضا فاز بيها ثلاثة فرنسي وامريكي وهولندي ده كيميا كده ملهاش جنسية الناس دي بينهم كيميا رغم انهم بعض عن بعض واحنا شعب واحد لغة واحدة حافظين بعض بنتفرج على المصر افندي مع بعض بس مش بيننا كيميا عشان جده هم بينجحوا احسن مننا انت محتاج روح الفريق محتاجين نشجع بعض محتاجين نقول ان النصر للمؤسسة للقناة اللي انا شغال فيها مش المصر افندي هو اللي بينجح بس لا بقيت برامج القناة انا لما بنجح وغير بينجح القناة كلها بتنجح هي ده الروح اللي احنا بنفتقدها النهاردة في اغلب مؤسساتنا كل واحد عايز يبقى الالفة طب لما الكل لوقات وزباط مين اللي هيبقى يلعب دور العساكر لما اغزة ما ينفعش لازم نرجع تاني نحي روح الفريق بيننا خلينا نطلع من ده الى خبر مهم النهاردة عشان ما تبقاش كل الاحداث كورة رغم ان انا ما بكلمش كورة انا بكلم في حاجات كتيرة اللي هو ازاي نستفيد مما جرى امس من صعودنا الكاس العالم النهاردة وسط الاجواء الاحتفالية دي كان فيه امرأة مصرية تحمل اسم مصر تنافس على منصب رئاسة منظمة اليونسكو اليونسكو هي المنظمة المعنية بالعلوم والثقافة في العالم السيدة مشيرة خطاب مشيرة خطاب نفست النهاردة على المنصب كان فيه مرشحين كتير جدا امامها حوالي سبعة لكن النتيجة طلعت فيه اربعة خرجهم منهم مرشح الصين مثلا مرشح لبنان يعني ما خرجوش بس فرصهم قلت خالص صوتين هتم الاعادة بالمين مشيرة خطاب خدت حداشر صوت هي كل الاصوات تمانية وخمسين بالمناسبة مرشح الفرنسي المرشح الفرنسية خدت تلاتاشر صوت المفاجأة كانت في المرشح القطري خدت تسعتاشر صوت النتيجة على الشاشة حد يقول لي ده كده قطر هتفوس هرجعه لسنة الفين وتسعة كانت مصر مرشحة المرشح المصري وقتها السيد فاروق حسلي وزير الثقافة خد في الجولة الاولى اتنين وعشرين صوت اقرب منافس لي رقم اتنين خد تمانية يبقى لما تتعمل اعادة مفروض فاروق حسلي يكتسح لكن في الاعادة فاروق حسلي بفس خسر بفرق اربع اصوات اذا التربتات التربيط ليها دور كبير جدا مصر عليها دور بكرة في انتخابات الاعادة ونتمنى نحتفل غدا بحصول مصر على منصب اليونسكو معايا على التليفون سعادة السفير رخ حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مسائل فول سعاد السفير اهلا مسائل فول سيد محمد ازايك ازاي اخبارك الله يخليك عايز اعرف بالحضرتك فرص مرشحتنا السيدة مشيرة خطاب غدا في انتخابات الاعادة بسيلا يعني هو مش هيبقى غدا يعني هو الصراع لسه لسه هيستمر ثلاثة ايام الجاية لان بيبقى فيه زي ما اشرت ان فرق حسن اخد اثنين وعشرين صوت وارينا بكوفا اللي هي المديرة الحالية اخدت تمن اصوات نعم وفضل الاثنين اللي هيت الجولة الرابعة في الجولة الرابعة اخد كل واحد تسع وعشرين في الجولة الخمسة راح تيه اخذ اربعة اصوات منه فهنا بتيجي الضغوط الدولية السياسية الضغوط القوة الكبرى وعود ببعض مشروعات وعود بعقود مؤجلة القطر بيلعب بحاجتين بيلعب انه هو لما امريكا خفضت مساعدتها لليونسكو السعودية وقطر هم اللي دعموها فهو بيلعب اللعبة لانه هو اشتغل مندوب قطر في اليونسكو فترة طويلة فبيلعب اللعبة انه هو هيدعمها والموظفين اللي ما بيصرفوش مكافئات هيصرفها وبعض الموظفين اللي استغنوا عنهم هيعدهم الى جانب بقى الدول للتصويت الدول احنا عندنا في المجموعة الافريقية واضح انها محتاجة شغلة اكتر لان فيه تقريبا ما فيه شكتر من سبع دول افريقية معانا الباقي الفرنكو فونية طبعا اتأثروا بفرنسا لان الانتباطات عسكرية وتجارية وثقافية واقتصادية فده طبعا صراع كبير وهو صراع الحقيقي هيبقى بين مشيرة وبين اودري اوزولاي اللي هي الفرنسية يعني القطر يتستبعده في الجولات القادمة اعتقد كده لان هو هيجي بعد كده مسألة اللي هي الافك او السلوكيات او اخلاقيات حتى العالمية الحكومة القطرية لا الاخلاقات هو نفسه يعني قاعد بتصرف تصرفات غاني الحرب فبالتالي بتخلي اللي هو بفلوسي بفلوسي اه وهو قال انا مش جاي ادي فاضية طبعا هو قيصة تجاب مشروعات وحاجات ولكن اعتقد انه هو يعني ده اقصى ما يمكن ان يصري ليه تسعتاشر عشرين واحد وعشرين صوت انما الاصراع هيبقى في المرحلة التالتة على عشر والصيني والصيني عقبت مكو في اليونسكو فازاي تخبر اصلا اكتر من الصيني فهنا ده بتبقى في المرحلة الاولى هي مرحلة يعني مؤشرات ما هيش مش حقيقية وليست نهائية لا نهائية ده لسه المشوار النهائي ده لسه مشوار طويل بعدين الولايات المتحدة هتعمل إيه ده مهم جدا يعني هتدي ثقالها ورمين بالنسبة برضو لفيتنام وأذربيجان أخذين كل واحد صوتين هل هيستمروا على المستوى ده ولا هيرتفعوا شوية طب لما يجي المرحلة التالتة أو الرابع هيدوا صوتهم لمين أو يبتدوا اللي بيقيدوهم يعيدوا مين لأنه عصر مش كل واحد مرشح له صوت في المجلس التنفيذي نعم احنا وفي اتنام لنا صوت رسين طبعا لهم صوت لبنان لها صوت فهنا يعني لسه لسه المعركة في بدايتها الاعلان الحسم النهائي يوم إيه سعادة السفير يوم الجمعة يعني هو لو ما تحسمتش قبل كده يعني يبقى يوم الجمعة آخر يوم نتواصل مع حضرتك السابت وناخد منك النتائج النهائية وان شاء الله السيدة مشيرة خطاب صوت مصر ونتمنى أن تحصل على المنصب سعادة سفير رخى حسن أنا بشكر حضرتك على شرح كواليس انتخابات اليونسكو هنطلع فاصل وبعد الفاصل الفقرة الإسبوعية اللي حضرتكو بتنتظروها هموم الناس تليفونات البرنامج هتنزل على الشاشة خش يقول مشكلتك والسادة المسؤولين دايما بيتحفونا بمتابعة هذه الفقرة ونتمنى أنها يعني تحل جزء من مشاكل حضرتكو اشتركوا في القناة